عند وقوع حادث سقوط الطائرة الألمانية التابعة لشركة جيرمين وينغز متسببا في مقتل جميع بوكاب المئة والخمسين كان الفرنسي نيكولا باليك أول صحفيا يصل إلى مكان الحطام مساء الثلاثاء على حد قوله حيث ذهب إليه مشيا على الأقدام وقال هذا الصحفي الذي يعرف المنطقة جيدا شعرت وكأن الطائرة لا وجود لها قلت في نفسي هذا مستحيل ولا يمكن أن تكون هذه البقعة مكان الحادث لأنه لا يوجد فيها شيء وعندما اقتربت على مسافة فاصلة تقدر بـ 300 متر اكتشفت قطع حطام صغيرة جدا توحي بأن الطائرة تفتتت ودخلت في الجبل بل ابتلعها الجبل أعتقد أنه شيء لا يمكن أن تتصوره عائلات الضحايا أو كبر بأن تأثر كبير لأنه لا يمكن تصور تفتت حياة الناس صحيح أن الأمر تعلق بطائرة لكن بحياة بشر قبل كل شيء باليك كان عند وقوع الحادث جالسا في شرفة منزل أحد أصدقائه الذي يبعد ببضعة كيلومترات عن مكان سقوط الطائرة ترجمة نانسي قنقر